الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهديهة لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله أخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى هذا الكتاب العظيم الذي قال عنه العلماء أنه أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا هذا الكتاب يحتوي على كثير من الفوائد وسنشرح في هذا الحديث كالعادة معاني الحديث والفوائد والدرر التي جاءت في هذا الحديث أخواني الكرام أخوات الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله متى الساعة تقدم وزاد في هذه الرواية بعد قوله أنت مع من أحببت فقلنا ونحن كذلك قال نعم أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام أخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعد أن استمعنا لهذا الحديث حديثنا هذا هو حديث أنس رضي الله عنه أرضاه ولن نزال معكم أخواني الكرام أخوات الكريمات في شرح كتاب الأدب وحديث أنس رضي الله عنه هذا بوابه البخاري بقوله باب ما جاء في قول الرجل ويلك عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله متى الساعة أي متى موعد يوم القيامة والحديث هنا مختصر ولفظ الحديث كاملا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي أن رجلا من أهل الباد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة وفي لغ متى الساعة قائمة فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت وفي رواية ويلك وما أعددت لها فقال هذا الرجل ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت طبعا أيضا في تكميل لهذه الحديث فقلنا ونحن كذلك قال نعم فيقول الصحابة ففرحنا يومئذ فرحا شديدا الله أكبر فرحا الصحابة لهذه البشارة التي بشر فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أصحابه أنهم مع من أحبوه أخواني الكرام لا شك أن وقت قيام الساعة هي من الأمور الغيبية التي استأثر المولى عز وجل بها ولم يطلع عليها أحد لذلك فإنه على المؤمن أن لا ينشغل بهذه القضية وهذا الأمر ومتى موعد قيام الساعة إنما على المر المسلم أن تنشغل همته همته إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى الاهتمام بالعبادات والطاعات في هذه الدنيا لذلك هذا رجل جاء من البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هذا السؤال متى وقت قيام الساعة متى وقت قيام القيامة فهنا رد عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بجواب الحكيم قال ويلك ما عددت لها والويل هو الدعاء بالهلاك ولكن ليس المقصود هنا أنه يهلك هذا الرجل ولكن هو تعنيف من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل حتى ينشغل بالأصلح وهو العمل الصالح لا بموعد يوم القيامة فهنا قال له الرجل بعد أن سمع هذا الجواب من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها إلا إني أحب الله ورسوله الله أكبر أنظر إلى فطرة هؤلاء الناس رجل من البادية ليس بكثير علم وليس بعالم لكنه نشأ على الفطرة السليمة في حب الله عز وجل في حب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حب القرآن في حب الدين في حب الشريعة الآن للأسف هناك من عنده أعلى وأرقى الشهادات والعياذ بالله ولكنه بعيد كل البعد عن تطبيق شريعة الله البعد كل البعد عن اتباع كلام الله عز وجل في القرآن الكريم البعد كل البعد عن اتباع سنة نبينا محمد الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم وكذلك البعد كل البعد عن التمسك بشريعة الله سبحانه وتعالى لذلك هذا الرجل على فطرته بيّن في جوابه أنه محب لله محب للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقال ما أعدت لها إلا إني أحب الله ورسوله فهنا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنك مع من أحببت في رواية فإنك مع من أحببت أي أنت معهم في الجنة صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هذه الجنة طبعا الصحابة رضي الله عنهم عندما سمعوا هذا الحوار جميل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وإن هذا الرجل الأعراب الذي جاء من البادية قالوا ونحن كذلك أي قالوا ونحن كذلك نحب الله عز وجل ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم أي نحن أيضا نحبهم فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ففرحوا بذلك فرحا شديدا أيضا أخواني الكرام لا شك أن هذه المحبة التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي الجليل دليل على أن لها لها منزلة عند الله سبحانه وتعالى منزلة القلوب وهذه المنزلة هي لها أهمية عند المر المسلم فهي من أعظم الدرجات من أعظم المقامات عند الله سبحانه وتعالى حب الله عز وجل وحب رسوله الكريب عليه أفضل الصلاة والتسليم وكذلك ما أمر الله عز وجل به من حب الخيرات من حب أهل الخير من حب أهل الصلاة هذا هو ديدا المسلم أن يحب الله عز وجل أن يحب رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحب صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يحب أهل الخير أن يحب أهل الصلاة ويغتدي بهم جميعا في تقواهم وصلاحهم أيضا من فوائد هذا الحديث هذه البشارة العظيمة التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه أنهم يرافقون الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الجنة من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على أبواب الخير وطرق البر وهي كثيرة وتنوعة كذلك من فوائد هذا الحديث أهمية طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع كتاب الله عز وجل واتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع رسولنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر